في أحد شوارع مدينة صيد القديمة في جنوب لبنان وجدت عائلات سورية وفلسطينية معدما ملجأ لها في كنيس مهجور لم يبقى فيه الكثير من الرموز الدينية ويقع الكنيس داخل حارة معروفة باسم حارة اليهود في صيدة حيث يعود وجود الطائفة اليهودية إلى العهد الروماني ويقيم جهاد المحمد مع أولاده الستة وزوجته ووالدته في الكنيس منذ أن غادر سوريا قبل خمسة وعشرين سنة جيت بالتسعينات وكنت مثل أي واحد جاي زائر جيت زيارة وعجبتني المنطقة وكونه بالشام كنت قاعد بهك كمنطقة فجيت شفت أنه فيها كانت مثل الخربي قررت أني أعد بهالمكان وبني الكنيس في العام 1850 وملكيته لا تزال رسميا تعود للطائفة اليهودية ومنذ العام 1982 تاريخ مغادرة آل ليفي آخر عائلة يهودية من صيدة استقبل المكان العديد من الزوار منهم جنود إسرائيليون خلال اجتياح جنوب لبنان قبل أن يستقر فيه لفترة عناصر من المخابرات السورية هذا الكنيس أوهيل جاكوب اتعمر بالـ 1850 تقريبا كان يحتوي على خمسين نسخة توراتية أديمة منها تعود إلى العهد اليهودي للروماني ولا تزال هناك بعض الكنس القديمة في لبنان أحدها في طرابلس تم تحويله إلى مصبقة وكنيس ماجين إبرهام في بيروت الذي تم ترميمه لكن دون أن يفتحى للزوار ترجمة نانسي قنقر